تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى مجز أخبار الآن أعلن الجيش التركي اليوم أنه بدأ بإقامة مراكز مراقبة في محافظة إدلب السورية من أجل إنشاء منطقة لخفض التوتر هدفها وقف المعارك وكانت ذكرت وكالة رويترز ووسائل علامة تركية وناشطون سوريون أن أول قافلة عسكرية تابعة للجيش التركي دخلت مناطق تابعة لمدينة إدلب برفقة مسلحين من جبهة النصرى مساء الخميس وأشارت رويترز إلى أن القافلة التركية تضم نحو ثلاثين مركبة عسكرية بينها دبابات ومدرعات محملة على الشاحنات ودخلت إدلب من منطقة قريبة من معبر باب الهواء قتل خمسة وستون شخصا على الأقل في انفجار سيارة مفخخة استهدفت نازحين شمال شرق سوريا بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ووقع الهجوم في محافظة الحسكة في منطقة يتجمع فيها النازحون في منطقة دير الزور قبل السماح لهم بدهول المخيمات ذكرت وسائل علامة كردية نقلا عن نائب رئيس إقنيم كردستان العراق كوسيرت رسول أنه يجري نشر عشرات الألاف من مقاتلي البيشمرقة في منطقة كاركوك للتصدي لتهديدات محتملة من القوات العراقية وقال رسول أن عشرات الألاف من مقاتلي البيشمرقة وقوات الأمن متمركزون بالفعل في كاركوك وحولها مضيفا أنه تم نشر ما لا يقل على ستة ألاف آخرين من أفراد البيشمرقة منذ مساء يوم الخميس للتصدي لتهديد القوات العراقية وجاءت التصريحات الكردية في وقت أعلن فيه ضابط رفيع أن القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية جنوب محافظة كاركوك قالت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق أن قوات الشرطة الاتحادية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي انطلقت باتجاه غرب محافظة الأنبار للمشاركة بتحرير مناطق القائم وراوة واستعدادا للمعركة الوشيكة فقد نفذت طائرات الجيش العراقي ثلاث ضربات دقيقة في قضاء القائم كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن اليوم استراتيجيته بشأن إيران لا سيما قراره حول الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني وانتقد الرئيس الأمريكي مرارا منذ تولي مهمه الاتفاق هذا الموضوع ذكرت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية أن زلزالا ضعيفا هز منطقة قريبة من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية لكنه ليس ناجما عن نشاطا إنساني فيما يبدو أعلن مسؤول الإتفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن العدد المؤكد للقتل جراء حرائق الغابات في شمال الولاية هذا الأسبوع ارتفع إلى واحد وثلاثين قتيل نهاية الموجز في أمان الله